المغرب نظام المخزن ليس الشعب المغربي نظام المخزن تجاوز كل حدوده في الإضرار بالشعب الجزائري لم يحدث أن مسؤول إسرائيلي صهيوني يتهجم على الجزائر ويتهجم على دولة أخرى من خارج الكيان الصهيوني المغرب نظام المخزن سمح لمسؤول إسرائيلي بالتهجم عن الجزائر من داخل الأراضي المغربية أنا مع كل القرارات التي ادخلها النظام الجزائري منها قطع الغلاقات منها منع الطائرات أنا أبعد من ذلك يجب قطع كل العلاقات لأنه اليوم هناك تهديد كبير خطير من طرف الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني لا يواجه بالمباشرة ولكن يستعمل الأساليب الثانوية هناك خطر ولكن هذا الخطر في مواجهة النظام الصهيوني في مواجهة الخطر المخزني لا يمكن النظام الجزائري أن يواجهها وحده دون وحدة شعبية نعم